بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي طلبة وطبيبات الصف الرابع الابتدائي ونوعدنا ان احنا هنقدم مراجعة نهائية في كل المواد وليكم النهاردة مراجعة لمادة اللغة العربية بالاخص القواعد النحوية وان شاء الله هنطور المراجعة دي قبل الانتعام قدر ان شاء الله قبل دخول الانتعام ان شاء الله بيساعة نزيلة يعني ان شاء الله تكونوا حاضرين ساعة سبعة ورصة في المدرسة ان شاء الله طيب نبدأ المراجعة قبل المراجعة هنتعلم ازاي ان احنا نتخدش اول من نشوف قطعة نحوية مختلفة يعني نتعامل مع اي قطعة اي مكانة وبشكل فاتي جدا مش فيه تعليم طيب القطعة اللي معانا دلوقتي بتقول ايه الحصة الرابعة في كل يوم ازافت حصة رائعة وانا اعشق اللوحات والآلوان والفرشاة طيب هنستخرج من قطعة دي الآتي استخرج اسما مفردا طيب اسما مفردا بمسترق بالحصة استخرج جامعا تبقى اللوحات طب القلول تنفع القلول استخرج ضميرا انا انا ضمير المتكلم طيب هنقول لك تعليم منها تحتها الخط هنقول الحصة منطبق مرفور وعلامة الترفيه الضم اعشق اعشق فعل مضارك طيب القطعة اللي بعدها هتقول الا علم اساس تقدم الامر ولذا تسعى الدولة الى نشوية مدينة طوائف الشعب وهو يرفع من شن الانسان هجيني يقولني استخرج من القطعة حرفا يبقى على طول معنا حرفا الى نوحة فخجار طيب استخرج اسم جامعة طيب طبعا معانا هنا الامر هي اسم جامعة استخرج ظرفا صار ظرف مكان او ظرف الكازمات يبقى باينة طوائف كلمة داينة هي ايه الظرف فقال ما تحته خط اللي هو اساسه يرفع وشن اساسه طبعا خبر مرفور وعلامة رفوع الظنة يرفعه فعل مضارع مرفوع على مرفوع الظنة مش بتقوم من القطعة طبعا مرفوعه تفاعل ايه ايه كلمة فعل مضارع طيب شجة طبعا اللي نقرب بعد تحرف الجر طويلتان قويتان. تم نحاول قد طرقة عجيبة على الجهة فتبارك الله احسان وخلقين. نقف هنا سوال قبل ما نبدأ في الفتح لازم نرى الفتح قويس داهم مرة ومين وثلاثة ونحاول احنا قبل ما نبدأ من نجاو نحاول نطلع الحاجات اللي فيها مع نفسنا قبل ما نجاو. دا دا اتنجز يعني آآ ندخل دا الاستخراج ونستفرق مسلا فاعل على ايه اضطر من فعل يبقى انا جائز. طبعا استشرك فعلا هنلاقي هنا تمنحانا يبقى تمنح فعل مضارب. نكمل مع بعض. تمنح فعلا مضارب. طيب استفرق حرف سكرة في هنا علامة. طيب استفرق فيه آآ جامعة كتير هنلاقي الخالدين. طب استفرق مسلا. موجود جناحان جزدان طويلتان قوياتان كل دا مسلا. طيب استفرق جملة اسمية طائر من اعامي له جناحان. صلي بعده اعرب ما تحته خط. طائر طبعا مبتلق مرفور وعالي من ترفعه وضمن. قطعة اللي قاعدها بتقول لم انسى اصدقائي القدامة عندما انتقلت للمدرسة الجديدة. وكذلك لن انسى اصدقائي الجدد اللي انا رحلو بي عند قدومي الى المدرسة. استفرق اسما معالك اصدقاء هي ايه? اسم. طيب استفرق فعلا معانا انسى. طيب لو قلنا استفرق حرف الى دا حرف جر. طيب استفرق اداة نفل فيه اداة نفل انه هي لام. ولام برضى دا بتنفي. لام او لام. طيب استفرق جمع تكسير فيه اصدقاء جمع تكسير. طيب لو قال لي استفرق ظرفا عندي هنا ظرف اللي هو كلمات عنده. طيب طيب. الفلاح المصري مجدايت. يبغب الى الحقل مبكرا. يقضي وقته في رأي الارض ورعاية الزري ويعود في المسائل سعيدا. استفرجوا اسما مفردا كلمة الفلاح هي اسم مفرد. طيب. هجي لي بعدها. نقول استفرج فعلا. في عندنا افعال كتير يذهب هنا ويقضي. دي كلها ايه؟ افعال. يعني يذهب يقضي يعود. كل دي افعال معانا في القطرة طيب. هجي لي استفرج جملة فعالية على بعضها؟ عندنا هنا يذهب الى الحقل مبكرا دي ايه جملة فعالية. طيب يقضي وقته في رأي الغرب جملة فعالية غرضه. طيب يعوده في المسائل سعيدا. كل دي جملة فعالية. طيب نقل الى القطعة او الحاجة اللي مطلوبة بعد كده. اعلم ما تحته خط. اول حاجة مبتوب عم حطوب تحت خط هنا الفلاح. طيب هنا قلنا كلمة الفلاح. هنا لما تبدأ فور الجملة الاسمية بالألعب الفلاح. بتعرى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمى. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمى. طيب ما افتكرش الكلمة المصري هي الخبر. لا. المصر دي مهنش خبر. لانما خبر الفلاح او خبر المبتدأ الفلاح هو كلمة مبتهد. يعني لو حطني خط تحت كلمة مبتهد تبقى ايه؟ تبقى خبر. برضو مرفوع وعلامة رفعه الضمى. كلمة اللي بعدها كلمة يذهب. يذهب طبعا مش انطار كلكو. فعل مضارع. وكلنا عارفين ان. ازاي نميز بين الفعل والجملة الاسمية والجملة الفعلي. هدى الشهور اللي بقى يذهب يا مستر مبتدأ. لا احنا نبتدأ من المفرق بين الفعل وبين الاسم. طيب الى الحقل طبعا اي اسم بيجي قبلي حرف من حروف الجر على طول بيبقى اسم مجرور وعلامة جره الكسر. ممكن طول اسم مجرور بيجي تبين الحرف الجر اللي سبب جر هذا الاسم. طول حرف مجرور بيجي وعلامة جره الكسر. او طول اسم مجرور وعلامة جره الكسر. القطعة اللي بعدها بتقول مكتبك المدرسة جميلة تحتوي على كتب كثيرة ويتردد عليها التلاميذ. هيجي قولي استفرق اسما مفردا. طيب عندنا اكثر من اسم مفرد في الجملة ومنها كلمات التلاميذ. ده تلميذ ده يبقى اسم مفرد؟ لا طبعا ده اسم جمع. طيب مكتبة مدرسة دي كلها اسم مفرد. يبقى صح يا بسطر كلمة مكتبة اسم مفرد. ده مدرسة اسم مفرد برضو. طيب استخرق اسما جمعا. طيب كتب تلاميذ دي كلها اسمها جمع موجودة في في القطعة. استخرق جملة اسمية. طبعا وجود اكثر من جملة في القطعة. مكتبة المدرسة جميلة دي جملة اسمية. قالب ما تحته خط. كلمة جميلة. طرق كلنا عارفين شو طرق خبر مرفوع وعلامة رفع الضمان. طيب اعلم ما تحته خط. كلمة تحته اللي هي هنا. فعقول الجملة الفعلية يبقى تبقى ايه فعل مدرسة. طيب التلميذ نرى الجملة صحة الاول. قبل ما نعرف اي حاجة. نشوف اذا كنا بنتعامل مع جملة فعلية ولا جملة اسمية. طيب بنشوف الجملة من الاول. يتردد عليها التلاميذ. يبقى انا اه يتردد يا مصدر. فاول الجملة انت في فعل فاول الجملة هنا يبقى انا بنتعامل مع عارف. يعني جملة فعلية مش جملة اسمية. يبقى يتردد ده فعل ايه? فعل مدارع. والتلميذ نبقى ايه? فاعل مرفوع وعلامة رفع. اتضمن. اذنان القطعة اللي بعدها قطعة بتقول الرياضة مفيدة للانسان. فهي تقوي العضبات. وتعطي الجسد الحيوية والنشاط. وتساعد العقل على التفكير السليم. نشوف الاسئلة اللي هو طالبها مني? هنلاقيه بيقولي استخرج من القطعة اسما مفردا شطار الرياضة اسم مفرد فيه اكتر من اسم مفرد في القطعة. طيب استخرج اسم جمع. عدناه برضو اكتر من اسم جمع العضلات. عضلات صحيح؟ اه العضلات اسم جمع. طيب استخرج بملة فعليا. طيب فيه اكتر من جمع فعليا بسا في القطعة ايوا طبعا. تقوي العضلات. دي جمع فعليا. تعطي الجسد الحيوية والنشاط. دي جمع فعليا. تساعد العقل على التفكير السليم. دي برضو جملة فعليا. بنختار له جملة واحدة طبعا بنختار جملة واحدة وان ايه ونبتبه. طيب الرياضة دي اول كلمة من الكلمات اللي مطلوبة ان احنا نعرفها. طبعا اعراضها زي ما احنا كلين عارفين. مبتدى مرفوع وعلامة رفعه اضمنها. طيب تساعد تساعد فعل مضارع. على التفكير استنى ركز. ده ده في علا هنا من ايه من حروف الجر. يبقى الاسم اللي ييجي بعدها اطول يبقى ايه اسم مجرور. طب علامة جره ايه مستر. علامة جره الكسرة. طبعا هو الاسم مجرور كعلى. وعلامة جره الكسرة. طيب. الجملة اللي بعدها بدقول او القطعة اللي بعدها بدقول التميذ المبتهد محبوب. وعند ضرور النتيجة يفرح الناجح لنجاحه. ويناهل المتفوق في النجاح الجائزة. طيب نشوف المطلوب مننا. هيجي يقولك في الانتحان استخرج من القطعة. التالي. اول حاجة استخرج اسما مفردا. اه شطار كلنا هنقوله التميذ. طيب هيجي يقولك استخرج فعلا. فعلا يبقى احنا ندور على الافعال اللي في القطعة يفرح ده فعلا. جنات دفع لبرضه ده. يبقى هنلاقي الاجابة هنا هو يفرح. طبعا بنختار فعال واحد. طيب ممكن نختار فعال. اه اتنين يا مستر. لو انت وضعنا فعالين ومتأكد منهم تبهم اللي اتنين. طيب استخرج جملة اسمية. هنشوف الاول الجملة الجملة اللي معبودة في القطعة. مميز بين الجمل الاسمية والجمل الفعالية. طيب عشان محدش يسرع. ويقوم كاتب اول حاجة نعمله ويقوم كاتب جملة فعالية من مدى الجملة الاسمية. لا قبل ما نجوب على السؤال ده نميز الاول بين كل جمل القطعة. نشوف الجملة الاسمية ونبقى عارفينها ونشوف الجملة الفعالية ونبقى عارفينها. طيب احنا قولنا هنا التلميز المقتهد محبوب. دي جملة اسمية ولا فعالية. اه دي جملة اسمية. احنا عارفينها. طيب. اما نيجي نقول يفرح والناجح والنجاح. دي جملة اسمية ولا فعالية. دي جملة فعالية. احنا عارفينك دي جملة فعالية. طيب ينال المتفوق في النجاح الجائزة. يبقى ينال بدأت بفاعل. تبقى ايه جملة فعالية تتكون من ايه؟ من فعال وفاعل. وايه ومفعول. يبقى هنا من مليجي نجاوب ام نجاوب. نعطرهم جملة اسمية اللي هي ايه؟ التلميز المقتهد محبوب. طيب. هلولي قال ما تحت هو الخط. كلمة التلميذ. طبعا كل ما شط ربعا فينها. كلمة التلميذ. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعية الضمة. طيب المقتهد محبوب طبعا من غير من عرف كلنا عارفين. تبقى ايه خبر مرفوع وعلامة رفعية الضمة. في خطأ شائعة طبعا. محدش في الاعراض يقوم كاتب. التلميذ مبتدأ. ويقوم ماشي. لا. لازم تكمل اعراضها. لو انت كتبت مبتدأ. هتبقى الدرجة بتاعتك. مش كابلا. فلازم تقول مبتدأ مرفوع. وبعد ما تقول مرفوع. تباين علامة الرفع ايه. يعني ما تنساش الكلام ده. مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة. طيب خبر. يبقى خبر ايه. خبر مرفوع وعلامة. رفعه الضمة. طيب هل ايه هنا. احنا اعملين قطع هو. برضو. على الصدور. عشان الطلبة اللي بتستغرق. اول ما تشوف قطعة. ايه مشاهة. او مش مشاهة. في الامتحان. وتبدأ تتلقبط. وتبدأ تتخط. وما تقدرش يتميز. لك. ما يقول. الحضارة الفرعونية. هي. اعظم الحضارات. في الدنيا. يبقى الحضارة الفرعونية. هي اعظم الحضارات. في الدنيا. وانا احب الاهرامات. وابو الهر. انا احب الاهرامات وابو الهر. هيجي يقول لي استفد. اسم مفرد. اه هدور بقى على الاسم المفرد. في اكتر من اسم مفرد. هني بص الاقي كلمة الحضارة. ده اسم مفرد. طيب. الاهرامات يا مستر. اسم مفرد. لا اسم جامع. طيب. الحضارة اسم مفرد. ده اسم جامع. طيب. الحضارة. يبقى هنا اول حاجة. هنستفدها من ابتطع. كلمة. الحضارة. ده اسم مفرد. طيب هيقول لي استفد ضميرا. اه ضميرا. هنجي نبص هنا هنلاقي. انا. طبعا كلنا عارفين الضمائر. وده من الضمائر. انا. من الضمائر. وجودنا عليه. طبعا ما تنساش عشان زين. في الورقة الخط الجاي. ده طبعا بي. والسبب ان انت تحصل على الدرجة النهائية. لما يكون خطك واضح. المدرس او المصاحة يقدر يشوفه بشكل واضح. تقدر تحصل على خطراتك كاملة. هنقول لي استخد. جمعا. طبعا عندنا اكثر من جمع. قلنا الحضارات. دي من الجمع. الاهرامات. من الجمع. ايه بنقول الاهرامات. طيب. اعرف ما تحته خط. طيب. انا هنهوضح هنا دوقتي ازاي بده. نبقى منظمين في اعراضنا. كلنا طبعا عارفين اننا هنا بنقوم. كلنا طبعا عارفين ان احنا بننظم. ولا يتمن بهذا الشكل في الاراض. نقولها بالكلمة. بنعمل بنعمل جدول كده بشكل بسيط. اول حاجة معانا اول كلمة معانا كلمة الحضارة. طيب كلمة الحضارة. تعرض ايه. مبتدأ. كلنا عارفين مبتدأ. مرفوع. وعلامة. رفعو. الطبع. طيب كلمة الدنيا. طيب كلمة الدنيا. شطار. كلنا عارفينها. فعلا. مدارة. طيب كلمة الدنيا. وكده نكون. رجعنا. رجع سريع. على القواعد النحوية. بالنمنياتي ان شاء الله. بالنجاح والتوفيق. والحصول على الاعلى ترجات. تحياتي. مستر محمد عبد المنان. ترجمة نانسي قنقر.